السلام عليكم بألف صحة و بخير رجعتكم كالعادة فيديو جديد و وصفة جديدة و وصفتنا اليوم بشكون عجب كعبر الحم المفروم الا عجب البنادق حاجة بنينة طعم ستة بسين كيف اول حاجة بش نحضروها بش نحضرو كعبر الحم المفروم خذيت كما تشوفوا 100 جرام الحم مفروم هيش كمية كبيرة نجم و كمية صغيرة تعمل لكم العجب هذي فوحت الحم ذاكه ملح كركم فلفل اكحل فلفل احمر ثوم بودر تابل و بش نحضرو زي دا شوية مع الدنوس تابش نخلط الفحات هذوكم الكل بالباهي بالنسبة لايه على خضر كمية الحم شوية حاتيت معناه من كل حاجة شوية بش الحم ذاكه يبدالي يبني متحطوش كمية كبيرة سينوت نجم يجيكم معناه لكعبر ملحين ينجمو جيوكم معناه حريم برشة بزاي الدفاح حطو شوية شوية و تجيكم سفا بالنسبة لايه كما ريتو حتى في الفحات نقصت شوية حاجات مستيسى نحط هريسة عربي مستيسى نحط فلفل شايح ما حتيتهمش على خطر حسيتها بش جيني حارة برشة كتيفيت جوست بالفلفل الأحمر كيما تشوف وذوكم الحام المفروم داي بعد ما فواحتو كعبرتم الكل وتوش نحضرو عن بعضنا العجة خديت المقلم داي حتيت فيها كمية بيه يمتع زيت خديت زادة على جنب بسلة صغيرونة قسيتها جوية دكاكة و بش نخليها تتقلى في عقالها عالجنا بخديت فس ثوم زادة بش نقصه جوية بساكينة و بش نخليه يتقلى بالباهي هو وكل بصل متاعنا طيو اللي بصلوا الثوم خليتهم تقلى في عقالها و خليتهم حكاية الدرج وبتبيع مدام نقول وعجة محرحرة لازم بش نزيدوها فلفل شايح بالنسبة لي خديت جرن فلفل شايح خسلتو بتبيع نظفتو بالباهي و قسيتو دي موخسو بتبيع عندو مكان ما عندكمش فلفل شايح روت نجمو تستغنيو عليه طيو بش نحط ماتم معجونة حتيت مغرفة كبيرة ميش مع بيات ماتم معجونة كل عادة بش نخليها تتقلى شوية بش تتنحالها كل قروسية ديكا من بعد بش نوال ينضيف بقيت الحاجات الاخرية وطاوت ماتم داي بعد ما تأكدت اللي هي تقلت بالبيتا و بش نحط مغرفة كبيرة هريسة العادية ديكا اللي حكاك كي ما تنجمو زيدة الديدو هريسة عربي بالنسبة لي لحقيقة ما حبيتش نحط هريسة عربي حبيتها بالهريسة ديكا العادية ثم امرقت شوية بالمي و بش نخليهم يندمجوا معناه مع بعضهم بعد بش نوال ينحط لكعابر الحم اللي حضرتهم ملول بالكل بتبيعة بش نفوح بشوية ملح ملح حسب الرغبة وتقرأ وحسابكم معناه الملوحية متاع اللحام المفروم حتي تزيدة شوية بالكل في اللاكحل و طاو بش نحط لكعابر متائي بالنسبة للكعابر كي ما ريتوا حتيتهم ديريكت في العجة لقليطهم لحدا شي ديجا هما ما فيهم شروح رو فيسة عم يتيبوا لكم طاو بش نغطي عليها بش نخليهم معكاية الدراجة كيكا حتى لوين يتيبوا لي مشيرات الزوز قولنا امرق الدوب شوية ماء بشكل الحم يلقى في الشيتيب معناه ما يبداش كي ما نقول واحنا شيح بارشا و طاو العجة متائي ما بقالي كيمش نزيد نفواحها شوية اخرى بالنسبة ليا بش نحط لها شوية بالكل تابل كي ما تشوفوا على رس المغرفة ميش كمية كبيرة وبالنسبة ليا كيف نقول لنا السعم في تابل رو تابل واحده ماوش لي تابل و كروية ماوش سيدة تابل نفواح تابل واحده طاو كي ما تشوفوا لبني دق متائي و الى الكعابر متائي تابو ساييه طاو مقالي كيمش نحط للعظم و بالنسبة للعظم تحبو مروبو الا طيب انتو محاس بالراغبة عملت رشا في الفلاكحال بش تنحينا كسفو ريام تاريحة العظم و بش نطيب العظم نضيدو شوية و العجة متائينا تكون حاضرة هذه العجة متائي حاضرة ساييه طاو مقالي كيمش نعملي العرشة بيه يبصلوا مع النوس ماشاء الله جيت ببنينا طاو 6 فسين كيف بالحقش بش نحكي وش بش نخالي عالبنا جيت في حقا نسحكم بش جربوها و بش تقولولي على رأيكم في التعليقات بهاك نكون سلامة بعضنا نهاية الوديو هم تانا بالنسبة لليوم تعمل قريب شغول لكم بسلامة في امان الله و شامل تقانا في وصفة اخرين